قبل المتابعة ننوه بهذا العجل عشرة قتل حتى الآن استهداف مدنيين عند بوابة مركز إيواء وسط معسكر جباليا أيضا في قطاع غزة يتواصل القصف الإسرائيلي على عدة جبهات حيث شهد محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة اطلاق نار كثيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية كذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة والجيش الإسرائيلي بمخيم جباليا وفي شمال مدينة رفح أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي نيران أسلحته الرشاشة تزامنا مع قصف صاروخي على منطقة ميراج وطال القصف أيضا جنوب شرق وغرب المدينة ما أسفر عن سقوط إصابات وفي خان يونس استهدف القصف الإسرائيلي منزلا لعائلة فلسطينية وأنباء عن عدد من الإصابات بحسب مصدر طبي كما شهد مخيماء البريج والمغازي وسط قطع غزة اطلاق نار من أليات الجيش الإسرائيلي وقصف مدفعي على حي الزيتون جنوب شرق المدينة